بورجر ميجا او بورجر ميغا سبايسي الحار من تيكساس عبارة عن قطعة من الدجاج عليها صوص حار جدا وكمان عليها شرايح فلفل هاليبوينو حار جدا يعني البرجر كله سبايسي في سبايسي يعني البرجر ده مناسب جدا للناس اللي بيحبوا الاكل حراء هنعمل كمان الصوص الحار بتاع البرجر وكمان هنعمل مخلل الفلفل اللي هو الهاليبوينو هنعمله بشكل سريع يتاكل في نفس الوقت يعني الوصفة دي تعتبر 3 وصفات في وصفة واحدة معانا طبق فيه نص كباية من اللبن او نص كباية من الزبادي ومعانا مجموعة من التوابل التوابل عبارة عن معلقتين صغيرين من الملح ومعلاقة صغيرة من الكسبرة ومعلاقة صغيرة من السكر ومعلاقة صغيرة من الشطة ومعلاقة صغيرة من التوم البودر ومعلاقة صغيرة من البصل والبودر وكمان نص معلاقة صغيرة من الارفة النعمة وكمان معلاقة صغيرة من الكمون ومعلاقة صغيرة من الفلفل الاسود هنقلب التوابل دي مع بعض كويس التوابل دي هنستخدم نصها في الخلطة بتاعت الدجاج وهنسيب النص التاني هنستخدمه بعدين هنضيف نص التوابل دي على الزبادي أو على اللبن ونقلبهم شوية بعد كده هنضيف عليهم معلقتين كبار من الزيت وكمان هنضيف عليهم معلقتين كبار من الخل ونقلب المكونات دي كويس جدا بعد كده هنحط قطع صدور الفراخ في الخلطة وقطع الدجاج بتكون عبارة عن شرايح طويلة ورفيعة شوية ونقلب قطع الدجاج في الخلطة دي كويس جدا عشان تتابل كلها بعد كده نغطيها وندخلها التلاجة لمدة ساعة وممكن كمان ليلة كاملة دلوقتي هنعمل مخل لها لبينو معينا نص كباية من المياه هنضيف عليها 3 معلق كبار خل أبيض ونص معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة سكر وشرايح الفلفل والفلفل اللي هنستخدمه هو الفلفل الحامي هنقطعه شرايح بالشكل ده انا عملت شوية صغيرين على قد البورجر بعد كده هنحط الخليط دي على النار اول ما يغلي هنسيبه يغلي لمدة 3 دقائق او لحد ما الفلفل يغير لونه بعد كده هنحطه في طبق التقديم او في بطرامون ونستخدمه وقت ما احنا عايزين وكده خلاص ما خلل الفلفل الهاليبينو جاهز يتاكل في اي وقت دلوقتي هنعمل صوص البرجر الحار في طبقة هنحط 3 معلق كبار من المايونيز هتلاقيوا طريقة المايونيز في الوصف تحت الفيديو ده وهنضيف عليهم معلقتين كبار من الكاتشاب وكمان طريقة الكاتشاب في الوصف هحطه لكم تحت الفيديو ده وهنضيف كمان معلقة كبيرة من الشطة وممكن تقللوها لنص معلقة كبيرة وكمان هنضيف معلقة منها ريسة الفلفل الاحمر وطريقة هرسة الفلفل برضو في الوصف تحت الفيديو ده وهرسة الفلفل الاحمر دي اختيارية يعني ممكن نضيفها وممكن لا ونقلب برضو المكونات دي كويس جدا وكده خلاص صوص البرجر جاهز معنا طريقته سهلة جدا وكمان طعمه حلو قوي دلوقتي هنجهز قطع الدجاج بالطبقة الخارجية هنحتاج حوالي كباية ونص من الدقيق هنضيف باقي التوابل على الدقيق ونقلبه كويس وهنحتاج كمان حاجة كبيرة او طبقة كبيرة في مية عادية من الحنفية هناخد قطعة من الدجاج ننزلها في الدقيق ونضغط عليها عشان الدقيق يغلفها كويس ونضغط عليها عشان الدقيق يلزق فيها كويس وما تشلش ونحمرها وناخد قطع الدجاج دي نرسها في طبق وندخلها الفريزر نص ساعة وبعد النص ساعة نقليها هنحط الزيت في الطاصة ونسخن الزيت وبعد ما الزيت يسخن نقلل درجة الحرارة للنص بعد كده نحط قطع الدجاج في الزيت عشان تتحمره وما تحمر من الجهة اللي تحت نقلبها عشان تتحمر من الجهة اللي فوق لحد ما يكون لونها دهبي او بوني فاتح نشيلها من الزيت على طول نحطها في مصفة الصفة من الزيت او على ورق مطبخ دلوقتي هنعمل ساندويتش البورجر هنحتاج فينو طبعا الفينو المتوفر عندكو باي شكل وممكن كمان نحتاج الخبز بتاع البورجر هنحط الصوص في الفينو والصوص بيكون كمية كبيرة بعد كده نحط الخضار الموجود عندكو في البيت سواء طماطم او خيار وممكن كمان خاص او كبوتشا وممكن كمان كورومب ابيض اي حاجة موجود عندكو في البيت استخدموها وكمان هنحط قطعة الفراخ ونحط فوقها مجموعة من الخضار سواء خيار او طماطم دي كلها حسب الرغبة ومننساش طبعا نحط مخلل الفلفل ولو عاوزين تزودوا الصوص الحار كمان زودوه لان الصندويتش ده هو سبايسي في سبايسي فبيكون الصوص فيه كتير جدا وكده خلاص الصندويتش جاهز سهل جدا وسريع جدا وكمان طعمه مميز جدا وطبعا الناس اللي ما بيحبوش الحاجة تكون سبايسي ممكن تقللوا نسبة الشطة وممكن تستغنوا عنها خالص النص كيلو بني عمل معي حوالي 15 سندويتش وبالهنى والشفى مقدما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة